اشتركوا في القناة 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 وعلى ما اظن ان احنا حضرتك وصلت لموضوع عدي التشكيل والسحب فلو حضرتك ممكن نعمل بس ملخص سريع لبعض القوانين اللي احنا خدناها خلال الحلقتين اللي فاتوا عشان حتى لو طالب اول مرة يعني فاتوا الحلقتين اللي فاتوا يقدر حتى يتواصل معانا ويبدأ الموضوع يبقى ثلث وبسيط باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله هيكونوا كل مدى زي اللي طالعين سلم كده كل مدى الى احسن الى ان يصلوا الى الدرجات النهائية باذن الله تعالى باذن الله ان شاء الله والنهاردة هنستكمل الافكار اللي ممكن تتبني على المقاومة النوعية ثم ناخد مدخل الى توصيل المقاومات ثم نبدأ بعد كده تطبيقات تجمع بين توصيل المقاومات وبين المقاومة النوعية اللي هي ممكن وكمان القانون بتاع فارق جهد اللي نقدر نستنتج منه الطاقة والقدرة ونركب بقى كله مع بعضه وتبدأ بقى مهارات الطلبة على ايد ساعتك تحت الشعار هيا بنا نلعب نلعب جميل يا زعالي والله يعني حضرك مميز والصراحة الطلبة يعني بتقول احنا استمتعنا مع مستر علي بالحسن فيزياء بسيطة وسهلة وان شاء الله نقدر نمعدكم ان السنة دي كلها هتكون بسيطة وسهلة وكمان مستر علي قال احنا عايزين نحاول نخلص المنهج في وقت بسيط ووقت قليل عشان ندي فترة كافية للمراجعة وان شاء الله على ايد ساعتك هنوصل لاعلى الدرجات والطلبة كلها هتقول ان برنامج مدرسة على الهوى فعلا برنامج المتفوقين والمتميزين وافضل البرامج اللي احنا بنتابعها وبنشاهدها واحنا برضو مستنين مشاركاتكم بس محتاجة اقول بس اقول كلمة صغيرة للمستر علي والطلبة كلهم احنا يا جماعة الناس اللي بتشتكي من الفيزياء دلوقتي انا بس عايز اقول ان الفيزياء دي زي اللوحة اللي ممكن الرسام بيرسم جزء بجزء بجزء وهتيجي لحظة معينة وهتوضح اللوحة هتكمل اللوحة هتكمل اللوحة والبان انها سهلة وبسيطة وكانت مفهومة باذن الله تعالى ان شاء الله هتكمل وان شاء الله نبنيها مع بعض باذن الله ونركبها مع بعض وباذن الله الطلبة مش هيشعروا ان هم محتاجين لحفظ باذن الله باذن الله لانها مش ممكن تبني على الحفظ وكمان الاسئلة في السنوات الحالية واللي منها ان شاء الله السنة دي هتكون نسبة التذكر فيها نسبة نادرة جدا باذن الله لان ده الهدف بتاع الوزارة الهدف عندنا ان كله يبقى مبني على الفهم ثم القدرة على التطبيق والتحليل وتركيب الاعلاقات والاستنتاجات وده ان شاء الله حيتمرنوا عليه زي الميكان وكده زي المكعبات ونلعب مع بعض بسم الله ان شاء الله ان شاء الله طيب نبدأ دلوقتي نفكرهم بالقوانين الموجودة عندنا ونبدأ ان شاء الله بداية سعيدة وحلقة مفيدة كلها معلومات قيمة مع استاذنا الجميل مستر علي تفضل يا مستر علي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ونتجول معا في العلاقات السابقة ونتبعها بما يأتيها من علاقات لاحقة ما سبق تحدثنا عن علاقات المقاومة النوعية تعالوا نشوف صور قوانين المقاومة فيها المقاومة النوعية فيها التوصيلية وايه ما يمكن ان ينبني عليها من تطبيقات رياضية هيا بنا وبالعبارة السابقة هيا بنا نلعب صور المقاومة روئي فئل علاقه هذه الصورة عرفنا منها ان روئي المقاومة النوعية وقل الطول وايه مساحة المقطع وار كما علم الشطار مقدار المقاومة طيب عرفنا ان مكان روئي نقدر نقول واحد على سجمة وسجمة تبقى واحد على روئي يبقى شكل العلاقة دي ممكن يكتب بالشكل التالي تبقى بتساوي واحد على سجمة في ل على ايه هل ممكن نلعب بدول اه طبعا ممكن نقول من هنا ان روئي بتساوي ر في مقاومة مالها على دول يعني في مقلوبهم يبقى ر في ايه على وبالتالي احنا عارفين ان ايه ان سجمة بتساوي واحد على روئي سأل سائل قبل ما ندخل في المسائل يا ترى ايه هي سجمة دي قلنا التوصيلية يبقى التوصيلية مقلوب المقاومة النوعية الله الله يعني معنى كده ايه يعني نقدر اقول سجمة بتاعتنا ديك تساوي مقلوب الرؤي يعني مقلوب الاوتوبيس ده يبقى هتساوي L على R في ايه هذا ما سبق طيب العلاقات دي يطلعوا تلاتة يطلعوا اربعة نقدر نلعب معهم ما اخذناه سابقا ان احنا نقدر من العلاقات دي نطبق في المسائل بتطبيقات مختلفة زي ايه زي ان احنا نقدر نحول دي الى نسبة مسترح يعني نقدر اطلب من الطالب اقول له اوجد النسبة بين المقاومتين لموصلين والعباء طول الاول كذا مرة طول التاني وهكذا هاخد القانون وعدله وظبطه وبالتالي احط فيه بعد كده العلاقات من غير ما الطلبة يعني احنا نقدر نقارم ما بين مقاومة موصلين نقدر نقارم ما بين المقاومة النوعية اللي موصلين طول طول موصلين ومساحة موصلين وحجم موصلين ونصف كتر موصلين تمام ممكن نقول لهم بقى أو تحسبوه نعملها ازاي بقى هاسحبنا العلاقة اللي انا عايز اجيب نسبتها تمام بمعنة نفصل العلاقة على اللي احنا عايزين بالظبط انت عايز نسبة ايه نسبة ارتين يبقى نخلي ار في ناحية والباقي في ناحية اللي في الباست فوق يبقى بنفس النسب يبقى طردي طردي واللي في المقام يبقى عكس وتطلع العلاقة وتعوض فيها بالباقة وتبقى ما فيش فيها اي 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 كلها مشيات تمام يبقى هنا نقدر نقول ان لو عايز اجيب نسبة مقاومتين يبقى ار ون على ار تو هتساوي هاخد بقى عندي يبقى الرو اي فوق يبقى رو اي وان على رو اي تو فيه الال فوق يبقى الوان على ال تو ال اي تحت تبقى اي تو على اي وان ولكن تمام هنا ده لو عايز اجيب نسبة بين ممكن نكتف ورقة جديدة بس يا مستر علم علش تمام الجزء اللي تحت ده مش واضح كويس تمام تمام يبقى هنا نصغر الار اه دي الار بتساوي ايه رو اي في ال على اي نطلع دي نسب مقاومة نطلع من دي تطلع ازاي تعالوا نشوف كده اهو ادي اار وان على ار تو وار وان على ار تو يعني معناها المقاومة اولا الى سنين هتساوي اللي في الباص يبقى بنفس ايه السلوب اولا على سنين يبقى رو اي وان على رو اي تو فيه ال one على ال تو في اي تو على اي وان طيب جميع ده لو انا عايز اجيب النسبة مقاومتين وقلت المرة اللي فاتت ان الايه تو على ايه وان اقدر اعوض عنها من العلاقة ايه اللي هيقولها لنا مساحة المقطع مساحة المقطع نحن نعتبر ان اي موصل من الموصلات رفيع ولا تخين وصير ولا طويل هو استوانة حتى لو شكل سلك كأنه شعرة هيبقى استوانة والاستوانة بصفة عامة تطلع كباية تطلع عمود تطلع ألم تطلع سلك حجمها بيساوي ايه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع ومساحة المقطع هنعتبره دائما 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 يبقى هنا ايه هتساوي ايه؟ هتساوي باي ار تربيع ار فين دي؟ امه اللي تعالى نكبر دي؟ يالكبرناها وشوفنا شكلها فلقناها دايرة ليها نص قطر ار وتبقى المساحة بتاعت المقطع دي تبقى باي ار تربيع يبقى دي مين؟ دي ايه؟ يبقى هنا اقدر اقول ان ايه؟ تو على اي وان هتساوي باي ار تو تربيع على باي ار وان تربيع نشيل الباي مع الباي تبقى ار تو على ار وان كل تربيع يبقى نقدر نشيل دون من هنا ونحط ار تو على ار وان كل تربيع اذا كان بيتعامل مع انصاف الاقطار ادنا مساحات لعبنا ادنا انصاف اقطار لعبنا طب ادنا اقطار هنقول تعبنا ولا ممكن ادنا نسبة بين الاقطار هي نسبة بين الاقطار يبقى هنا نلعب دي طب افرضه قال اوجد النسبة بين رو اي وان على رو اي تو تمام؟ الله اعمل ايه؟ اقول له اجيب العلاقة الاصلية رو اي بتساوي ار ها في ايه؟ على ايه؟ ثم نعمل ايه بقى؟ نسبة نسبة حول رو وان على رو اي تو بتساوي ولكن هنا في مشكلة ممكن الطلبة اقول الله انت هتاخد اللي في البسط طردي اه واللي في المقام عكسي اه يصطدم مع جزئية في ذهنه ايه هي؟ يقول لي هي المعقولة المقاومة النوعية مأنتما طرديا مع المساحة وعكسيا مع الطول اقول له استنى بقى هنا تبقى بسطول صح اقول له هنا لما اجيح سيبها كحسابات القيمة التوصلية المقاومة النوعية اولا وسنين هحط المساحات طرديا وعكسيا لكن مش معنى ذلك ان المقاومة النوعية للمادة الوحدة تتغير بتغير المساحة والطول يعني انت تتعامل مع موصلين امامك امامك وتقارن بينهم فكل من هما له مساحة وكل من هما له طول وكل من هما له مقاومة كهربية ومنالتالي كل من هما له مقاومة نوعية يبقى كل منهم له حسبيته يبقى وانا باخد حسبيته بطبق فيها العلاقة لكن ما تلخبطنيش في ان ايه في ان المقاومة النوعية تتغير بتغير المساحة او المقاومة تحسب بدلالتهم لكن لا تتوقف عليهم جميل يبقى نقدر نقول بتساوي ار وان على ار تو في ا وان على اي تو ودخلنا على حرف الصفحة ال تو على ال وان جميل طيب يبقى هنا تتحل المسائل بالشكل ده طيب فرضنا عايزين نحسب سجما يبقى نقول له سجما بتساوي ها ناخد العلاقة سجما مقلوب الرو طب مش الرو بتساوي ار في ايه على ال تبقى السجما بتساوي ال على ار في ايه طيب يبقى ايه زا سجما وان ها على سجما تو ار في ايه مستر تمام الله ينبر الله سجما وان على سجما تو ها يبقى هتساوي ايه تعالى نشوف انا عندي تلات علاقتهم يبقى نخلي بال ال فوق يبقى وان على تو جل تحت تو على وان يبقى ال وان على ال تو في ار ها تو على ار وان في ايه تو على ايه طيب الجزئية بتاعت الحسابات بعض الناس ممكن يعوض النسب اللي في المسألة مباشرة وبعض الناس يكون مكر وهنا عشان ما نخلهش يحتار نقول له خد المعطيات قالك طول الاول خمس امثال طول التاني يبقى حضرك الصغير ال والكبير خمسة ال تمام يبقى هدور على الهفية وديله رمز الكمي تمام والقوابه كتير نكرره ايه عدة مرات يبقى هنا هنقول له بلاش تحط كسور بلاش تحط اه كسور وسط لاخبط هنحط تلاتة على اربعة طب همين التلاتة ومين الاربعة او من الاتنين ومن الخمسة ولا من واحد لا زي ما قلنا ناخد الاليل وندي له الرمز البسيط والباقي نعوض بيه طيب ده كلام جميل خالص مفيش فيه اي اشكال لكن بعض احيان زي ما قلنا المرة الفاتت ممكن يطلب مني مسألة كأنها تعوض مباشر واجه عوضة لقيها غير مباشر ازاي يقول لي احسب مقاومة سلك قطر خير طيب اجل ادور على المقاومة النوعية لو ما ادهنيش بس الدهني بطريقة غير مباشر ادور على المساحة ما ادهنيش لقد الدهني غير مباشر ادور على الطول نفس الكلام يبقى ممكن يعوض عن دول بطرق هناخد بقى كل واحدة من دول ايه اشكالها الغير مباشر جميل ناخد الايه الطول والمساح الله ده احنا قلنا من شوية وقال مستر حسام ان الاحجام للموصلات ما هي الا استوانات يبقى عندي ادي المساحة ايه ودي الطول ال يبقى عندي هنا بقى في حاجة اسمها الفوليوم الحجم الحجم بيساوي ايه في ال يبقى بالتالي لو ما ادهنيش الطول والدهوني بدلالة الحجم مقدر اقول ان ال ال بتساوي الفوليوم على ايه والايه بتساوي الفوليوم على ال ال فوق سنة مستر الورقة فوق سنة تمام الله ينور عليك يبقى هنا اقدر عوض بقى عن ال ال والايه وبالتالي يبقى شكل العلاقة ما بقاش فيه لخبط يبقى ازا نشوف شكل الار ونكتبها بالصور كتير يبقى ار بتساوي رو ايه في ال على ايه هيا بنا نشيل ال ال جميل يبقى نقدر نقول رو ايه نسيبها زي ما هي نشيل ال ال ونحط الفوليوم على ايه الله ده فيه تحت ايه بقت ايه في ايه بقت رو ايه في فوليوم على اهتين ولا ايه تربيع ايه تربيع والدلعت جميل جميل ممكن برضو نقول بتساوي رو ايه في هنسيب ال ال ونستخدامها واحنا بالحالة جميل ونعمل ايه ونشيل الفوليوم ونحط ايه يبقى جميل جمال مالوش مثال كامل يبقى الفوليوم على مقام المقام بسط يبقى ال ال اللي بقت هنا ايه طلعت ايه يبقى هنا بقت رو اي في ال سكوير على الفوليوم طيب زنقونا وسألونا وارادوا ان يحرجونا وقالونا ممكن يدخل في الموضوع الكتلة جميل اقول له كتلة ايه اقول له فاكر سنة تانية سنوي واولى اعدادي خدت ان الكتلة بتساوي الحجم في الكسافة يبقى نقول ام بتساوي الفوليوم في الرو الله عندي روهتين لا تنسى الرو هنا حطين ايه يعني والتانية سيبناها زي ما هي وفي بعض الكتب بيحط لها ام يبقى رو ام رو ماس كتلة او رو دي رو دينس كساف سميها كما تشاء في الصباح او في المساء يبقى هنا العملية مش هتعمل ايه مشكلة مشكلة يبقى هنا هتقابلني مشكلة تانية ايه ان ممكن نلعب بديمه طيب يبقى الام بتساوي ايه في ال في رو وهنا بقى عايز تعوض عن ال ايه عايز تعوض عن ال ال لك ما تشاء يبقى هنا نقدر نقول ان ال ايه هتساوي ام على اه اه ايه بتساوي ايه ام على الباقي اه بالزبط يبقى على ال في رو طيب وعايز تجيب ال ال يبقى ال ال تساوي دوس على الزر ها ام على ايه في رو واتعوض بيهم وتحل وتبقى سعيد بوجود استاذنا الغال الكبير الاستاذ حسام اللي عمل لنا بهجة وهيخلي الحصة او المحاضرة مزاج زيادة ان شاء الله انا حايف بس اقول كلمة صغيرة احنا دلوقتي اتطلبوا كلك طب وانا هحفظ القوانين دي كلها اقول له لا مستر علي بيقول لك ان انت هتحفظ قانون رئيسي وتعوض وتعوض يعني احفظ قانون واحد بس انا امت استخدم النسبة دي وامت استخدم النسبة دي وامت استخدم النسبة دي اقول له حسب معطيات المسألة يبقى ما احفظش كما بنلاقي بقى 15-20 شكل لا 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 هي يا ارايا بتساوي رؤي في ايه على اللايا ماشي وعندي الرؤي اسحب دي النحية دي حط اقلب وحط سجمة واشيل بقى القانون زي ما انا عايز تمام وانا ارجع واقول المعطيات لقيت في المعطيات كتلة احاول اكتب في القانون الرئيسي كتل تمام لقيت في المعطيات نص كتر اكتب في القانون الرئيسي نص كتر لقيت في المعطيات حجم اكتب في القانون الرئيسي حجم تمام وبالتالي افردت زنقنا زي زي وجي دخل في المسألة نسبة كتلتين اه تمام ممكن او ما اعمل ايه العلاقة القديمة. بزي ما هي سليمة. وبعدها اعمل ايه? هشيل الحتة اللي مش معطاة. تمام. افرضوا انه قداني كتل ونسبة كتل. هيطنش يا ال ال. اه. يا ال ايه. تمام. انا ادور علم الطنشة. وعور بدلها. يعني جاب لك طول الموصل اسيل ال ال واشيل ال ايه. تمام. جاب لي مساحة الموصل. يعني انت حضرك اصدق تقول انه هو عمره ما يجيب لي الكتلة في المسألة الا على حساب ال ايه او على حساب ال ال. تمام. بالزبط كده. تمام. يبقى نقدر نقول ار ون على ار تو بتساوي. رو اي ون على رو اي تو. في ال ون على ال تو. في اي تو على اي ون. ونبدأ بقى. نشوف الاشكال اللي هتطلع منها. نفرض ان كان مسلا. مدخل الكتلة في الموضوع. مدخل الكتلة اقول له حاضر هيا يا ابن. كتلة ايه اللي بتكلم عليها? ام. ام بتساوي ايه? ها? ام بتساوي ايه? في جميل. جميل. طيب. وعايز يلعب بالنسب. بالنسب الامات. يبقى هنا حيديني واحدة من الاتنين دول. واحدة فقط واحدة فقط. طيب. طب نعمل ايه? نشوف كده. هو الداني ايه? الداني ايه? واعمل بي ايه? وتجاهلوا ودوروا على المدهنش. مدانيش المساحة. دي بقى تجاهلها. اروح ايل ايه? بتساوي ام على ال في رو. جميل. وعوض بيها هنا. تعالوا نشوف كده. يبقى اقدر اقول ار ون على ار تو. بتساوي رو اي ون على رو اي تو. في ال ون على ال تو. في اه. وابدأ بقى استنى الاوتوبيس ده. اه. يبقى اقدر اقول ايه? ايه تو على اي ون. والعب بيها من هنا. الام فوق يبقى ام تو على ام ون. ال ال تحت يبقى ايه? ون. ون على ال تو. والرو تحت تبقى رو. ون على رو تو. واشيل دول وحطوهم مكان مين? مكان ال ايه تو على ايه. ايوة كده. ده مين? وكده بقى جاهزة. طب نديلهم مثال. ندي المسال. نعمل المسال. تمام. تعالوا نتجول ونعمل المسال هنا. مثلا سلكان. سلكان. ايه وبي. او اكس وواي. عشان الايه ما تزعلكمش هنا. ماشي. كتلة اكس. بتساوي. خمس امثال. كتلة. واي. و. طول اكس. ضعف. طول. واي. يبقى هنا. الفضل عندي ايه? واما من نفس النوع ولا لا? ايوة. ممكن يكلم على النوع ويديني الكسفات. اه. يعني سلكان ايه وواي من نفس النوع. تمام. كده خلى الرؤي ايه زي ستاوي. والله والله ممزع عليهم هذا المثال. يبقى من مادة واحدة. يبقى المادة واحدة. الله دي المادة واحدة دي هتوفر علينا كتير. ريزبتي ايه? اه طبعا. هتوفر علينا كتير. فاذا كانت. مقاومة. مقاومة اكس. عايزها بكام يا مستر حسام. عشرة اوم. عشرة اوم. لحسن. فما مقاومة واي. اوم اقول له من هذه العلاقة. ار وان على ار تو. بتسوي رو اي وان على رو اي تو. وبعدين خلي بالك. هسيبها? هسيب. وبعد شوية نشطوف. الله تعالى نشوف كده. في ال وان على ال تو في. تعالى نشوف في في بقى هنا. هشيل ال اي تو على اي وان? اللي كانت فوق هنا دي. وحط مكانها. ها? ام تو على ام وان. في. ها? ال وان على ال تو في. رو وان على رو تو. الله ايه ده? ده هكده تخوف. لا ما فيه هيروح مع بعض بقى دلوقتي. قلنا في المرة اللي فاتت المقدار السابت يشطب. يشطب بالزبط. يشطب ليه? لان المقدار السابت هيبقى بنسبة واحد على واحد. على واحد بالزبط. اللي على ال رو على رو. يبقى ممكن نروح شايدين كده. الله. طب شو تشطب تدل ليه? مش المادة واحدة تبقى مقاومة نوعية واحدة. والمادة واحدة تبقى كسافة ايه? واحدة. يا سلام. ده بقت جميلة خالص. تعالى نشوف. ال وان على ال تو. في ال وان على ال تو. بقت ال وان على ال تو. الكل. تربية. تربية. فوق شوية. في. جميل. طيب. فاضل عندي مين? ام تو. على ام وان. يلا بنا نلعب. اظن كده. بقت ار وان على ار تو. بتسوي ال وان على ال ال تو. كل تربيع. في ام تو على ام وان. طيب. نروح عاملين ايه? نروح جايين. رفعين دي كده فوق. ونلعب جنبها. يلا. وهنا بقى في مساعدة مستر حسام. مش هنقدر نقول دي بكام? ده هتطلع ولا في الاحلام. يبقى ار وان. ار وان بكام? اللي هسميها ار اكس. يبقى ار اكس على ار واي. هتسوي. ال اكس على ال واي. الكل تربيع. في ام واي على ام اكس. يلا بينا. طيب. ار وان مقاومة اكس بكام? عشر. عشر. مقاومة تانية نسيبها زي ما هي. هتسوي. اللي اكس بكام? قلنا هنا خلي بالك. من الكبير? ها? اه وطول? اكس. قلنا هنا. وطول اكس ضعف طول واي. مين لها فيها? واي. يبقى نخلي واي بايل. يبقى اكس باتنين? ايل. ونعوض واحنا بنحل. كل تربيع. فيه. ام اكس وام واي. قلت ايه? كتلة اكس خمس امسال واي. يبقى مين لها فيها? اللي هي واي. اللي هي واي. يبقى واي نحطها زي ما هي. اللي هي مين واي? فين دي? دي فوق. نسيبها زي ما هي. وايكس نحطها خمسة ام. جاء السلام. هيا بنا. نشطب. ونشطب ال ال مع ال. ويبقى عشرة على ار واي. بتساوي. اربعة. اتنين على واحد. كل تربيع باربعة على واحد. فيه? واحد على خمسة. بقت في النهاية اربعة على خمسة. يبقى ازا ار واي بتساوي عشرة. خمسة على اربعة. خمسين على اربعة. يبقى ار واي بتساوي خمسين على اربعة. طلعت اتناشر ونص. اوم. خلص. تمام. الله ينوك. تمام. يبقى ده يا دوب بس كده بايه بنتجول تجول بسيط طب يعني علاقة الكتلة بالمقاومة يا مستر علي طردية ولا عكسية جميل جميل هل الكتلة داخلة في الموضوع لوحدها ولا جايبة معها عيلتها على حساب حاجة في مثال كده بنقوله بسيط وسهل ويعني يمكن مثال برا الموضوع شوية بس مثال حلو انا مثلا بسمي المثال ده معلش يا مستر علي بمثال سيخ الكفت ازاي بقى ده واضح الناس المهم مسلا انا الرجل الحاتي ده بيعمل لي سيخ الكفتة ميت جرام طول معين ومساحة معين رحت وقلتول لها انا عايز ميتين جرام انا عايز صباح الناس مقسان فالمهم الراجل سأل لي سؤال فيزيائي بحث قال لي عايز تسبت الطول ولا تسبت المساحة فقلتوله هتفرق قال لي لاني لو سبتت الطول ايه لو سبتت الطول الاولاني يا العملية هتباعها ايه ايه ولو سبت المساحة يبقى السيخيط تمام وهو ده اللي احنا بنقوله ده احنا كده هنفتح موضوع جديد جميل وهيخلي الطالب سعيد لما يجي يقول لي انا بقى انت بتشكل الكفتة وفتحت نفسنا تمام تعال نشوف هل ممكن ابعت السلك التخين القصير القزعة ده وقول لهم خدوه اسحبوه اسحبوه او اسحبوه فجم يفكروا اسحبوه يعني ايه ارجع الى معلوماتك في الابتدائية لما كن بنقولك صفات المعادن او الفلزات انها قابلة للطرق وللسح طرق ايه قالك نعمل منها شرايح سحب ايه نعمل منها اسلاك يبقى السحب ايه اوقع تتخيل زي ما بعض الناس يتخيل ان اتنين مسكوا السلك يشدوا قصة باع قولك ده بيسحبوه لا يعني صهروه ثم اعادوا تشكيله فاصبح سلك جديد ازا كان اصبح طويل يبقى رفايع وازا اصبح اصير يبقى ادخن يبقى معنى كده ان في حتة سابتة ايه هي بقى الحتة دي اه اللي هي ايه اللي لو سابت لو انا اديته السلك سحبته قلت له شكلهولي بالضبط انه توقع انه امين اه بالضبط لما خدش منه حاجة حاجمه سابت يقول انه توقع برضه انه بشهبل وعبيط وهيدينا جزء زيادة بالضبط يبقى هيدينا نفس الكتلة هي هي ونفس الكتلة سابتة اه طب وهي المادة تغيرت لا يبقى كسافة سابت تمام يبقى الحجم سابت يبقى اول ما تسمع اعادة تشكيل اه تقرف انه فيه ثوابت فيه ثوابت وفيه متغيرات يبقى هناخد اعادة التشكيل واندلع لامين اعادة التشكيل اول ما تسمع اعادة التشكيل هتطلع منها بالقادي الحجم سابت الله نوع المادة سابت وتلعب يبقى اول ما اسمع اعيدة تشكيل او يقول مثلا في مسألة انجل اه يعني تم اعادة تشكيل طيب يقول لي سحبو برضو اعيد تشكيل تنو عجنو لزقو في بعض الله ما خلي بالك تنو دي ولا دي ليها شغل كتير مش شرط تبقى تشكيل تمام مش شرط تبقى تشكيل ده هتبقى فيها حاجات دمها خفيف وحتدخل في كل الابواب ان شاء الله باذن الله تعالى هيا بنا نالح نالح يبقى هنا الحجم السابت يبقى الفوليوم اولا بيساوي الفوليوم ثانيا تمام الله طب ودي هنستفيد منها اه مش الفوليوم ايه في ال الله يبقى ايه ال بتساوي ايه ال يبقى ايه وان ال وان تساوي ايه تو ال تو الله طب خلي بالك بقى معاي بدل ما الناس هيعدوا يعوضوا من دماغهم نشيل ال ال ونحط عكسها ال ايه لا يحوضها كمعادلة بالظبط يبقى نقوله ال وان على ايه تو بتساوي ايه تو على ايه وان ورحطة رقم واحد جميل قانون المقاومة ار مش بتساوي رو ايه في ايه على ايه تمام تمام وانتو بتفكروا حتلاقي مستر حسام بيساعدنا ار وان على ار تو ها ساوي هتساوي الله نخلي بالنا بقى هنا في اعادة التشكيل في جزء جميل لازم يديني واحدة ويطنش التانية بزبط كده يا يديني ال ال ويطنش المساحة يا يديني المساحة هيقولها لازاي يقولي وعيدها تشكيله لو يصبح طوله كزا مرة طوله يبقى الداني ال ال الات يبقى هرمي ال ال الات طب انا عندي فكرة بسيطة يا مستر علي تقدر تلخص النسبة دي ببساطة ان انا اعتمد على قانونين فيهم الحجم يعني انا اكتب القانون ار اصلا وفيه الفوليوم جميل وبالتالي هيطلع لي ايه تربيع وايه تربيع واشوف ايه الدهول وعمل النسبة عليه جميل ما هو احنا استخدمنا كلام مستر حسام بمنتهى الانسجام في البداية عوضنا بالحجم وقولنا ان الحجم اولا نسأل حجم سانين وطلعت منه هزي العلاقة يبقى العلاقة دي بتاعت مين بتاعت عم حجم هناخد منها المعطى ونحطه بدل الايه الغير معطى طيب يقول لي اعيدة تشكيل سلك نحط مثال ونراكب عليه القانون تمام تمام يلا اعيدة مثال اهو تشكيل سلك مقاومة 200 او يلا ليصبح طوله يصبح طوله نقول كام قد الاولى نيكب مرة 5 طوله لعيه خلاص 32 امثال 3 امثال طوله 3 امثال 3 امثال 3 امثال خلрипة ماشي ماش playback خلط ايم הצ خمس امثال 5 امثال خمس عشان الحسد ماشي ماشي خمس امثال طوله الاول فكم تصبح مقاومته هو ادي مثال في منتهى الجمال الله طيب هيا بنا نلعب بقى هيا بنا نلعب واحنا نحط القانون هنا هاخد ده R1 على R2 هتساوي انا الدت في المعطى طوله اصبح كذا يبقى مين اللي مجاتش المساحة يبقى انا اشيل المساحة من هنا وحط مكانها مين مساحة دي L2 على اي وان يبقى اقوله L1 على L2 زي ما هي اما الاية تو على اي وان حط مكانها اي L1 على L طو بقت L1 على L2 كل اي تربية يا السلام شوفوا خلص. يبقى الله. ار وان بكام? كانت مقاومته بكام? كانت متين يا حرام. طيب. على ار تو. عايزين. هتساوي ايه? ار تو بكام? اه من يعرفها. الصغير. اه. اللي وان على ايه اللي توب كل تربيع. يلا بينا نلعب? يلا بينا. فاكرين قلنا ايه? هناخد الهفية ونديله رمز الكمية. طيب. مين الهفية انا قل ده الاول طوله قد التاني خمس مرات. يبقى التاني هو? الصغير. الصغير. يبقى لتو هي ل. وuke لون خمسة ل لتربيع. شوط الالات تبقى خمسة على واحد تربيع بخمسة وعشرين. على واحد. يا السلام. ده كلام في منتعمة جامعة. خمسة وعشرين فيها الواحد. خمسة وعشرين فيها التمانية. يبقى تمانية على عر تو بتسوي. واحد على وحد. بكام? تمانية قوم. تمانية قوم. يا السلام ولا في الاحلام. جميل يا مستر. تمام? يبقى هنا اول ما نسمع اعيدة تشكيله ما نقعدش نشكيله. انما نعمل ايه? نقول لو انت قعدت تشكيله. اديتني ايه? تمام. اديتني ايه? انا شوف انا قلت ايه? يا تقصد ايه? اه ايه ايه اديتني ايه? يبقى سبت ال. يبقى انا روح شايل القلات وحط مكانها القيهات. تمام. ممكن يزنقنا في دي بقى ويخلع ما يورمة شوي. ازاي? يقول انا قعدت تشكيل سلب ليصبح قطره تلتة امثال قطره الاول. جميل. كم تصبح مقاومته? عادي اشيل القيهات وحط القرات. لا احط القرات ولا احط القيهات وبعدين افك القيهات ارتربيع. اه افك القيهات ارتربيع. جميل. تمام. شوفت بقى. يبقى ازا اه هنا اه استنتجنا من هذا الحوار المكار. اللي بالنظار. ماشي. ان هنا هنقدر نلعب بالافكار. جميل. ايه بقى? يلا ناخد المثال ده. ناخد المثال ده. اعيدة تشكيل سلك. مقاومته كانت كام? كما تشاء. اي حال. اي رقم صغير يعني? ماشي. عشان العملية ما تبحبحش. مفيش مشكلة. خليها اه اربعة اوم مسلا. اربعة اوم. ليصبح قطره. تلت قطره الاول. فكم تصبح مقاومته? آه هنا بقى. مفيش حاجة خوف. هو نفس الكلام. اعادة التشكيل الحجم سابت. يبقى الفوليوم وان. هيساوي الفوليوم تو. يبقى ايه وان ال وان. هتساوي ايه تو ال تو. ثم نلعب. ال وان على ايه تو. ها? تساوي ايه تو على ايه. وان. جميل? جميل. لحد كده في مشكلة? جميل. حلو. هل اداني الايهات ولا اداني الاقطار? ايه اقطار? طيب وما نتخدش. تروح انت عامل ايه? تحط الايه باي ار تربيع. والايه اللي تحت باي ار تربيع. انا عملت حاجة فضيعة? نعم. ما عملتش حاجة فضيعة. هي فوق ايه وان ولا ايه تو? ايه تو? يبقى ار تو تربيع. وتحت ار وان تربيع. شيل باي باي مع باي. يبقى بقت مكانها ايه? ار تو على ار وان الكل. تربيع. جميل جمال ملوش مساحة. يبقى هنا. ال ال وان على ار تو هيبقى مكانها ايه? ار تو على ار وان الكل تربيع. طيب. بما ان ار وهنا لازم الطالب يرجع لقانونه الاصل بتاع المالها. جميل اول حتة ديها مسترعي. اه. انا قانون الاصل R بتسوي ايه رو E في L على A وهنا دي ايه ثابت يبقى وانا بحولها النسبة عارف ان الرو E ثابت احطها واشطوبها اواشطوبها من البداية مفيش مشكلة جميل يبقى اذا R1 على R2 هتسوي L1 على L2 في A2 على A1 واقول دي رقم 2 والمعدلة اللي فاتت دي رقم 1 من 1 و 2 شوفوا بقى كده يبقى اذا معليك R1 على R2 هتسوي هو ادنا هنا ايه دي نص قطر ادنا ايه ولا المساحة ادنا ايه ما ادناش الل وعايزنا لنعرف نحل جميل يبقى هنا حشيل A2 على A1 وحط ايه R2 على R1 كل تربيع جميل R2 على R1 كل تربيع طيب وإيه كمان وشيل الله ده انا شلت L1 على L2 حطت دول طب والإيه T1 على A1 ما هي برضو R2 على R1 الكل تربيع ده بقى أمر فضيع يبقى R2 على R1 الكل قصة اربعة جميل الله ما نتخدش ما نتخدش جميل جميل R1 بكم أربعة U R2 بكم ما نعرفهاش جميل بتساوي هنا بقى واحدة واحدة قادي قصة أربعة محلتنا غيرها ما حلتناش غيرها هنا بقى ندور على هفية قال لي ايه قال لي قطر الاول تلت قطر التاني يعني الاول صفية هفية مش كده يبقى دي لرمز الكمية يبقى 1 تاخد R وتوتو تاخد 3R يبقى نقدر نقول ان 1 هتاخد R وتو 3R الكل قصة اربعة نشيل الR مع بعض جميل وتبقى في النهاية 3 على واحد الكل قصة اربعة هي 3 قصة اربعة بواحد وتمانين جميل لعن 3 تربيع بتساوي تلاتة تكعيب يعني 3 في 3 في 3 في 3 تمام يبقى واحد وتمانين على واحد واحد يبقى اذا نحل اللي بقى على طول شوف كده يبقى نقول R 1 بتساوي R 1 بتساوي أربعة على واحد وتمانين R2 يبقى اللي احنا عايزينها R2 هتساوي أربعة على واحد وتمانين تمام نقسم بقى أربعة على الواحد وتمانين ده هيطلع مقدار صغير 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 وماله هتطلع تقريبا خامسة من مي بالظبط جميل جمال مالوش مثال وبالتالي ما بقاش فيه اشكال احنا كده خدنا اعادة التشكيل اعادة التشكيل اه دماغنا بقى الجزئين وكده بقت النسب تمام سهلا وبسيط الحمد لله طيب في حت قالها مستر حسام وسمعوا الطلبة التعبير وقالوا ايه ده تانو السلك اه سونيا سونيا السلك طب سونيا السلك هنا هناخدها على مرحلتين مرة معنا المرة دي ومرة بعد ما ناخد التوصيل المقاومات على طول الله ايه بقى تانو السلك كان عندنا سلك يا سلام جميل زي الالامين دول تمام وتانو السلك من المنتصف وبقى كده قال لك استنى بقى هنا موقفين اما ان السلك يبقى عريان يعني مالوش مادة عزلة واما ان السلك يبقى معزول ده هتفرق تفرق كتير ازاي تفرق الله اكستنى لو السلك ده ها معالهوش كفر بلاستيك مادة عزلة يبقى معنا كده لما تنيه ويلمسه بعض تماما ولازم في المثال نقول فتلامسة تماما تماما معنا كده بقت قطعة واحدة جديدة مساحة مقطعها ضعف المقطعين ضعف المقطع للضعف والطول قال للنص يبقى المقاومة بقى موصل جديد جميل ماله طونه نص الاولاني ومقطعه ضعف الاولاني نطبق عليه نفس التعبير يعني في حالة السحب تزداد المقاومة تماما وفي حالة الثاني تقل المقاومة تماما زيادة الطول ونقص المساحة حتى لو مقلش تمام زادة الطول والار ماشية مع الطول على طول تمام في تناسب يبقى زيادة الطول تزود المقاومة نقص المقطع المقطع عكسي مع المقاومة يعني المقاومة عاكسي مع المقدس كلما قل المقطع زادت المقاومة طب لما سحبوه مزوده طوله طوله زاد تبال المقاومة تزيد ومقطعه قال لي المقاومة زيد كمان مرة لزيادة طول ومرة لنقس النساح اسمع دي حتزيد كم مرة؟ مرتين ما قلتش ضعفين حسب النسب حتزيد حسب نسبة زيادة expect وكمان مرة تانية المقطع يبقى لو زادت طول تلت مرات يبقى المساحة قالت للتلت جميل يبقى المقاومة قالت للتس المقاومة زادت يبقى المقاومة زادت تسعة يبقى هنا من غير ما نسعة ولا تسعة هتطلع المقاومة قبل ما نقوم الجزئية دي مستر علي محتاج بس الطالب يركز على كلمتين كلمة بمقدار وكلمة إله عشان السؤال ده دايما بيخدع نعمل لهم مطب هيا بنا نلعب تفضل الجزئية الجميلة اللي لفت النظر لها مستر حسام لما يقول لك زادت طول كام أو إلى كام زادت بمقدار كام أو نسبة قد إيه هنا خلي بالك بقى لما يقول زادت إلى أو زادت بمقدار دي حاجة أو يقول زادت بنسبة كذا يبقى تختلف تختلف كتير نعمل لها مشكلة نعمل لها طب قول المشكلة تعايزة ونفصل نقول المشكلة ماشي تمام اسمع المسال بقى سوحبة يا دي سوحبة دي تمام سلك فزاد طوله فزاد طوله بمقدار بمقدار الضعف بمقدار الضعف آه دي حاجة غريبة يا جد انشاء الله نقدار الضعف احنا ندربهم بقى جميل تمام آه فإن مقاومته فإن مقاومته مقاومته تزداد بمقدار نقط الله يبقى هنا خلي بالك سوحبة سلك اذا كانت نقط اذا كانت مقاومته الاولى مش هنحط اي مقدار ونسيبها اسمها آه جميل اظن كده بنلعب بنديهم اختيارات نديهم اختيارات ولا نلعب ونخلي الاختيار يطلع مع طالب نعتبرها مسألة نعتبرها مسألة جالة جالة ونحل المسألة نشوف كده مع بعض اولا زادة طوله بمقدار الضعف يبقى لو انا هلعب بيدي ممكن اعمل الاختي اقول له القانون R بتسوي روئي في إلا على إيه لا ننسى ان احنا نبدأ بالعلاقة الاساسية ثم نحولها الى نسب دي سبتة ولا لا دي سبتة يبقى نقول R1 على R2 بتسوي L1 على L2 في A2 على A1 طيب ونقول له خلي بالك هنا الحجم سبت يبقى A1 L1 بتسوي A2 L2 وناخد منها علاقة يبقى اذا ها L1 على L2 بتسوي A2 على A1 جميل جميل يبقى من المعادلتين واحد واثنين يبقى R1 على R2 على R2 بتسوي L1 على L2 في L1 على L2 يبقى بتسوي L1 على L2 كل ايه جميل وانا كده وصلت للنسبة اللي هشتغل به دي العلاقة دي العلاقة جميل تعالوا بقى نعمل حبة دلع مع المعطيات وأفضل في المعطيات ان احنا نحطها في جدول يبقى شفي احتمال للخطر بس بردو ندار على هفية ايه طب ونديقوا رامس الكمية تمام تمام يبقى نخلي بال يبقى هنا هنقول اولا وهنا هنقول ثانيا وهنا الكمية التي نلعب معها تمام هيا بنا نلعب ها يبقى اول حاجة المقاومة يبقى ار وان اسمها ايه ار تمام ار تو احط علامة استفاهم جميل نبدأ بقى نلعب بالقلات تمام ال 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 وان كانت ال جميل ال تو ايوة بتلاق ال الله تمام شفته اه مكار ليه ضرب الافكار هنا كم طوله ال وضف له مقدار قدره اتنين ال بقت ثانيا كم تلاتة ال الله هو ما قالش في المثال الى تلات اضعاف بس قاله بطريقة مكار يبقى زاد اتنين اللي هو عنده ال بقت تلاتة ال جميل يبقى ايه لتو بتساوي تلاتة ال كده نبدأ نحل 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 المساحة خلاص هنعوضنا عنها هنعوض عنها يبقى ار وان اللي هي اسمها ايه ار على ار تو بيساوي هتساوي اللي وان اللي هي مين دي ايه 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 تلاتة ال الكل تربيع يا السلام شيل بقى الالات بقت واحد على تلاتة كل تربيع يعني واحد على تسعة زي ما كان الاستاذ دلوقت ايوة تمام جميع يبقى ار تو بتساوي تسعة ار يبقى شوفوا ايه الجمال ده يبقى ار تو بتساوي ايه مهمة جدا جدا يبقى ار تو بتساوي ايه تسعة ار يبقى زادة بمقدر استانى لوحل لواد رواح واقع واقع ليه تسعة ار هو كان ايه وبقى ايه بقى كم يعني زاد كم ار يبقى زاد 8 ارات يبقى بقى بمقدار 8 ار شفت المطب ممكن ده بدل منقوله بالارات يقوله لي بالارقاء وقومته 10 وبقت كام او زادت بمقدار كام اذا كده الجزئية دي اظن الدلعت كده احنا مناش حجة بقى مع الطلبة يعني العبوا كما تشاء الله يبارك فما عليك ده مساعدتك نورت وزودت وخلت الجزئية الدلعت الحمد لله هنلعب بقى بتوصيل المقاومات قاله الله مقاومات ايه اللي انت جاي تقول عليها وتوصيل ايه او ما اقول له انا دلوقت افرض ان انا مزنوقة مزنوقة في ايه عند شوية مقاومات خمسة وستة وسبعة واثناشر وتلاتين وهكذا ومحتاج في الدائرة ان انا زود المقاومة في مرة او اقلل المقاومة في مرة فماذا افعل او ما اقول له اضطر بقى اعمل ايه الم مقاومات واعمل منها دائرة ووصلهم مع بعض اما ان انا عايز ازود المقاومة الكلية او اقلل المقاومة الكلية وانا بعمل دي هتطلع للعلاقات اللي انا مش عايز اسبق بيها الاحداث بزا هو جهد يجرى له ايه الطائرة يجرى له ايه حنشوف والتوصيل هو اللي هيكلمني ده على المكشوف بزا يبقى انا مش حاسب واقول هو كان الهدف ايه شو جميل انا هشوف التوصيل التوالي خصاصه ايه التوصيل التوازي خصاصه ايه ومن خصاصه اقدر اعرف هو مستر كلمة التوالي والتوازي هي كلمة بيستخدمها من الاعداد تمام يعني نقول له توصيل البطاريات توالي وتوازي تمام توصيل الاجهزة توالي وتوازي تمام توصيل المقاومات توالي وتوازي ولكن الاسم واحد بس الطريقة مختلفة تمام هي مش الاجهزة اللي هي مقاومة اه تمام يعني اللامبة الصغيرة مش لها مقاومة تمام لعبة الاطفال دي لها مقاومة كي يعني هي هي المقاومة اه تمام جميل. يبقى احنا بس بنعمل اختصار عشان خلي الطالب ايه? يبقى مكار. نميل. ماشي? يبقى نعمل توصيل للمقاومات. المقاومات. المقاومات. تمام. يبقى. نعم انت مدلعه بالنهار ده مستر عام. ما لازم نحب الدلع. تمام? توصيل مقاومات الكهربية. حيبقى كم جزئية توتو? توالي. تمام. توازي. يبقى على التوالي وعلى التوازي. طيب. توالي ايه او توازي ايه? ده اللي هنقول عليه. تمام. ونخدها بقى كده بمزاج. تمام. وبدون ازعاج. احنا عايزين الطالب يفهم وهاشهره انه مالك وعلى راسه تا. انا مبسوط. ايه. ايه. احسن كده. تمام. نشوف بقى توصيل مقاومات على التوالي وعلى التوازي نبدأ بالتوالي. مستر حسام عايز يقول لتوصيل المقاومات على التوالي. الرسم يتكلم ولا نحط الرسم وبعدين نتكلم. لا الرسم يتكلم. الرسم يتكلم. ماشي. يبقى هنا ادي بقى اراية ودي بقى اراية ودي بقى اراية. تلات ارات. تلات ارات. ار وان ها? ار تو. ار سري. سري. طيب. نحط نقط. نحط نقط. عشان نعرف طريق التوصيل. جميل. الله. طيارنا العزيز. جاي من احد الطرفين. ادي الطيار. اي. دخل هنا الطيار. در له حاجة. نفس الطيار. الله. طيب هل الاسلاء. الطيار بعض الناس بتفكر وتحترد. هتطعى التوالي. المفروض المقاومة دي كبيرة. او المقاومة دي قليلة. ايه اللي هيجرى للطيار? مش هيجرى للحاجة. الطيار اه هنا بياخد القرار من اول المشوار. ايه رأيها? الى اخر المشوار. يعني بيحسبها الحزبة كليه. الفرق. يعني ايه. 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 لان هو هيلفت. ايه. ايه. الموضوع ده مع الطلبة فيه طالب يقول لك ايه. ايه. لما عد المقاومة اقولها هينقص. اه. المقاومة كبيرة وتعب. ده الجهد. ايه. تعب بش كده. ايه. تعب بش كده. تعب. تمام. يتعب زي ما هو عايز. اه. لكن اللي احنا نقصده. هل سلك مسقوبه بيشر. ما تقع منه شوحنك. يبقى هنا مفيش حاجة وقت. يبقى الشوحنة اللي دخلة للموصل الاول في الثانية. هي لها تمر على التاني في الثانية. هي اللي هي تمر على التالت في الثانية، الشوحنة المرة في الثانية هي شدة الطيار. هلقى سؤال فى الجزء الاولان كان بيقوله لا يشحن المواصل اثناء مرور الطيار. جميل. لان كمية الشوحنة اللي بتدخل احد طرفاين المواصل في الثانية هي اللغانس كمية اللي بتخرج في نفس الوقت هي راحة بالزابتك employees كده. يعني الطيار سرعته سبتة داخل الفرق. جميل. يبقى ايه الطيار اللي مر هنا هيبقى هو هو الطيار يبقى اي هنا هي اي هنا هي اي هنا هي اي اللي خرجه في النهاية يبقى اي اللي دخلت في البداية هي اللي خرجه في النهاية يبقى الرأس متكلم وخلى الطالب يتعلم يبقى وانت بتتكلم عن توصيل على التوالي لازم تقول الطيار متساوي لجميع المقاومات عجبني اقول كلمة متساوي دي مش كلمة سابت عجماني جدا جدا لان مهم في فرق بممتساوي حطت مقاومة كبيرة. الطيار جراله ايه? او حطت مقاومة. اه. اه. عالكل. تمام. يبقى ازا الطيار في جميع مقاومات. متساوي. جميع. يبقى ازا في التوصيل على التوالي يبقى اولا. اي كلي. التوصيل. على التوالي. اول ملحوظة. صغيرة او كلبوزة. ايه فيها? ها. شدة الطيار ايه? سبت. متساوي. متساوي. ايه وكيد. دي بقى هنا? شدة الطيار. متساوية لجميع. ها? المقاومات. جميل. طيب. زنقونا فقالوا. الجهد. في. هاو تو. تحسبوه. نحسب الجهد بتاع اي حتة في الدايرة ازاي? جميل. اي جهد. اي مقاومة. رح لها تقول لها انا عايز فاركو جهد. تقول له اضرابني في طيار. مش كده. اه. او ممكن نقولها بمزاج. طب. وبدون ازعاج. نقول له اي حتة من الدايرة فيهتها تساوي ايتها في قاريتها. جميل. يبقى اي حتة من الدايرة فيهتها تساوي ايتها في قاريتها. اه. تمام. جميل. يبقى هنا نقدر نقول. في. ان ال في اللي هنا دي حسميها في وان. والفي اللي هنا حسميها في تو. والفي اللي هنا حسميها في تلاتة. الله. وفي من البداية للنهاية تساوي كل الفيهات اللي معايا. في كل. جميل. الله 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 الله. معنى كده ان كل حتة منهم فيهتها بتساوي ايتها في قاريت. طب. وهل الايات كانت متساويات. نعم. لكن الارات مش شارك. مختلفات. يبقى الفيهات تبقى ايه? الفيهات تساوي مجموعات. تمام. يبقى الفيهات هتبقى مختلفة المقادير باختلاف مين الارات. اه. يعني اصدق تقول ان فرق الجهد يتجزأ بنسب نفس المكاومات. المكاومات كبيرة. تمام. جهد كبير. فرق جهد كبير. تمام. المكاومة الصغيرة تاخد فرق الجهد الصريح. الله الله الله. معنى كده ان فرق الجهد تهزأ ولا الجزء 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 على المقاومات بنفس نسب المقاومات بالضبط يعني المقاومة الكبيرة تاخد ايه يعني لو مقاومة قدت تانية خمس مرات يبقى فرق جدا قدت تانية خمس مرات بالضبط اه يبقى المطب التاني في يبقى فرق الجهد يتجزء الكل يتجزء وهنا عشان محدش يتهزأ لازم اقول يتجزأ على المقاومات حيتوزع عليهم بنفس نسب المقاومات ايوة نسب المقاومات الله طيب يبقى معنى ذلك ان V total بتسوي V1 زائد V2 زائد V3 تمسك في المجموع عشان هو اللي هي يطلع القانون جميل زنقونا وسألونا وارادوا ان يحرجونا هي ال R total هنا تسوي ايه R1 زائد R2 زائد R3 من اين لك هذا ده اللي عايزين يسألوا عليه هل ده مطلوب مننا اسباته طبعا هنا بقى مطلوب حساب المقاومة الكلية اللي بعض احد بنسميها المقاومة المكافئة جميل او المقاومة المكافئة او المقاومة الكلية هي المقاومة اللي قيمتها تحل محل المجموعة بنفس طريقة توصله تمام جميل يعني انا مثلا عندي تلاتة بيعملوا عمل او معين تمام ده بياخد راتب معين وده بياخد راتب تاني وده بياخد راتب تاني انا كصاحب عمل بقى يهمني هم دولة على بعض كده بياخد واحد تاني يشيل الليل بس خلي بالك يا مستر هياخد نفس راتبهم ايوة طبعا يعني لا هيغير فرق الجهد ولا هيغير شدة الطيار وهذا يسمى مكافئ له يسأل مشهور جدا بيجب المتحان ما معنى قولنا المقاومة المكافئة المجموعة مقاومات متصلة على التوالد سوى تسعين اوم تمام ومش لازم اقول له انها متوسرة على التوالد ممكن اقول له المقاومة المكافئة لعدة مقاومات متصلة تسعين اوم ده معنى ايه اقول له ان قيمة المقاومة الواحدة التي تعمل عمل المقاومات المتصلة معا سوى توالي او توازن بنفس طريقة تواصلهم دون تغير فرق الجهد دون تغير شدة الطيار تساوي تسعين اوم تمام تمام هاو تو بروف تو مش ازاي تثبته اقوم اقول له لما تيجي تثبت العلاقة بتاعت التوالي او التوازي مفتاح واحد يبقى فيه كم مفتاح واحد يبقى فيه مفتاح هنستخدمه ونرتاح ونحقبه النجاح يا ترى ايه هو هنا المفتاح هدور على اللي بيتجزن انت جمعت ايه انا ادور على اللي بي ايه تيه حاجة كمال يا مستر علي ايه واي قابل الكلام ده في توصيل مكسفات تمام قابل الكلام ده في توصيل ملفات تمام الفصل الرابع اللي جاي بعد كده ما احنا قلنا مفتاح اه وهو هو نستخدمه ايه مفتاح نرتاح ونحقبه النجاح ايه هو بقى المفتاح ادور على اللي بيتجزن تمام وروح معوض فيه عوض فيه هذه العلاقة من قانون اوم جميل ثم اوم باختصار يطلع مقدار الار جميل بدون اي محد يحطر يبقى هنا هنبدأ باللي بيتجز جميل ايه اللي بيتجز عند هنا الفي الله يبقى في بتساوي في وان ها بما ان يعني قبلها ايوة زائد في تو زائد في ثلاثة اروح بادئ منها بما ان في بتساوي وكذلك من قانون اوم الفي بتساوي ايه اي فار يبقى في طوال ها اي فار 그럴 وال في وان بتساوي اي فار وان وال في تو مان اي فار تو ببتساوي فار تو هelia و في ثلاثة بتساوي اي فار ثلاثة ا attracted انا في كل مرة قلت اي اي وبحاجة pemざiling اي هنا هو نفس الطيار الله يسلمك يبقى نفس الايه نفس الطيار يبقى نقدر نقول اذا اي فار توتل هتساوي اي فار وان دي ما كان في وان زائد اي فار تو زائد اي فار تلاتة الله نقدر ناخد اي مشترك يبقى الكومن اي وافتح قصين يبقى ار وان زائد ار تو زائد ار تلاتة كل ده بيساوي ايه اي فار توتل ده في اي شمال نشيلهم ونخلص من هذا الاشكال يبقى نشيل الآيات يبقى نشيل الآي اللي هنا مع الآي اللي هنا الله 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 دي هين دي المسألة حمرت خلص يبقى ار ها توتل فوق شوية ها حتساوي ها ار وان زائد ار تو زائد ار تلاتة يعني باختصار كلمة واحدة مجموعهم مجموعهم جميل طب حدث في مثل هذا اليوم اللي افرض ان انا وصلت خمس مقاومات ها عدى اقول وان زائد تو زائد واحد خمس طب افرضوا كانوا متسويين قيمة الواحدة في عدد ها عدى اقول بقى ايه وكل واحدة منهم بستة عندي خمس ستات اه خمس مقاومات كل واحدة بكم؟ بست يبقى خمسة زائد خمس ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة خمس مرات ولا اقول خمسة في ستة خمسة في ستة جميل يبقى هنا اذا كانت هذا التعبير اللي احنا بنبسطه ده هو دي العلاقات اللي عندنا اذا كان عندي مقاومات متمثلة متساوية القيمة ومتصلة على التوالي وعددهم اين؟ يبقى الارد توتل بتساوي الوحدة في العدد جميل ده امتى؟ ده حلقة خاصة جميل عندما تكون المقاومات متمثلة في القيمة متمثلة في القيمة يبقى للمقاومات المتساوية توالي وعددهم ها؟ ان يبقى ار توتل بتساوي ان فار داش للوحدة الوحدة منهم في العدد جميل جميل جمال ملوش مثال طيب يا طرف التوازي ما يقيم هنعمل ايه؟ جميل جميل لازم بقى نرسم يبقى نستخدم كم ار تلاتة برضا؟ تلاتة مشكلة يلا ادي اراي ار وان الله دي بتفكرنا بطابور المدرس ار تو ار تلاتة لما يكونوا الطلبة في انطابور وفي انضباط وبيقلدوا حضارات الزباط في قمة الانضباط وتوقف قدامهم تشوف وش واحد وكلهم اداري وراه وحط ايديك بقى على ايو كلهم اداري تاني كلهم اداري تاني ومد وهكذا لكن جمع بعضه في ايديك ده توازي لكن فوق ورا بعض يبقى توازي تمام فهنا لو جينا جينا يقولنا كل تلاتة مسكين مع بعض في ايد واحد والتاني ناحى التاني تعال نشبه دي كده وروح تجاي موصل التلاتة دول مع بعض هنا في طرف والتلاتة دول مع بعض هنا في طرف هنا لو انا دخلت الطيار من هذا المصار حيلاقي ايه قدامه حيلاقي قدامه مصار واحد ولا تلات مصارات تلات فروع وهنا بقى محتاجة العملية نوع من التاني يبقى الطيار الكل اللي داخل هنا هل قدامه مصار واحد ولا تلاتة يبقى معنى كده انه هيجاز ايه اللي يزنقه ويتحشر في طريق واحد ما الدنيا ببحبح طيب لما يجي توزع عليهم هل كلهم هياخدوا قد بعض لو كانوا متمثلين مقاومة كبيرة طيار صغير لان فرق الجهد سابت لان الطريق ده يسد نفس الطيار عام طريق صعب مقاومته كبيرة فيه اعاقة كتير للطيار نحن نقصين اعاقة ما نخلينا في السالك يبقى معنى كده سيتجزق الطيار ويتوزع عليهم المقاومة الكبيرة تاخد طيار صغير والمقاومة الصغيرة تاخد طيار كبير وفي الاخر يتلموه ويجمعه يعني حضرك عايز تقول ان علامة التوازي ان تكون المقاومات لها نفس البداية ونفس النهائي يتجزق الطيار عند بدايتهم ويتلمع عند نهاية جميل يبقى هنا الطيار يتجزق يبقى المقاومة الاولى هتاخد طيار هسميه اي وان والتانية اي تو والتالتة تاخد طيار اي تلاتة ويتلمو بعد ذلك ويخرج الطيار اي الكل هو هو نفس الطيار الله طب تعالى بقى نسأل لو نقطة البداية دي سمتها اكس ونقطة النهاية دي سمتها واي نخلي بالنا نسأل اروان ونسأل ونخلي بالنا بالحتة الجميلة دي يا ترى المقاومة اروان بدايتها مين اكس ونهايتها مين واي والمقاومة اروان بدايتها اكس ونهايتها واي والمقاومة اروان تلاتة بدايتها تمام الله 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 يبقى المقاومات التلاتة لهم نفس فرق البداية طبعا ولهم نفس النهاية يعني نقطة البداية ونقطة النهاية للأولى هي التانية هي للتالتة الله نفس النقطتين والنقطتين بينهم فرق جهد بالظلط هو هو فرق جهد بالظلط اذا انطلعنا بمعلومة جميلة انه يبقى فرق الجهد ليهم متساوي تمام يعني لو جبت فلتوميتر وصلته على الاولى وصلته على التانية وصلته على التالتة كده كده الفلتوميترات دي كلها متوصلة على نفس النقطتين تمام حتى لو جبت فلتوميتر كبير على نفس النقطتين جميل اذا فرق الجهد سابت والطيار يتجزل جميل زنقونا وسألونا قالوا لنا هل تقدر الكلام ده تثبته عمله طبعا تعال نشوف يبقى زي ما قال مستر حسام وانا هاخد هذا الكلام بنسجام وبعدين نكملوا بعدين بس هنا لو حطيت فلتوميتر هنا في وواحد تاني هنا وواحد تالت هنا في وان في تو في تلاتة الله وقريت هنا ده ارى لي فرق الجهد بتاع اروان تمام وده ارى لي فرق الجهد بتاع ار تو وده ارى لي بتاع مين ار سري الله كل واحد منه متصل بنفس النقطتين يبقى اذا فرق الجهد هلاقيه متساوي يبقى الملحوظات اللي هنا هام جدا ايه واحد فرق الجهد لهم ها متساوي اه برضو برضو نقع ناش في حتة ايه سابت صح فرق الجهد يزيد او يقل حسب الموع طبقى لعنته اه طيب فرق جهد متساوي اتنين مين اللي هتجزق هنا شدة الطيار يبقى تتجزق نخلي بالنا بقى وهنا هنقف عندها تتجزق شدة الطيار على المقاومات الطيار الجزق عليهم الجزق عليهم بنفس نسب مقاوماتهم بنسبة عكس المقاومات ايوة المقاومة اللي لسه اني من شوية امه كبير تاخد قليل امه قليل تاخد صورة تاخد كبير جميل يبقى هنا تتجزق شدة الطيار على المقاومات بعكس نسب المقاومات جميل ونبدأ بقى من هنا عايزين نحسب المقاومة الكلية او المقاومة المكافئة هناخد نفس المفتاح بالزبط اللي استخدمناه في المرة اللي فاتت مين اللي بتجزق ايوة وندور علي اللي بتجزق ونلعب بي عشان ما يتهزق عشان ما يتهزق تمام يبقى هنا لقينا ان واحد على ار كلية هتساوي واحد على ار ون زائد واحد على ار تو زائد واحد على ار تلات طب الطالب مش عايز يحفظ ما يحفظش لكن هو عارف ان مين اللي تجزق اصلا الطيار اي بتساوي اي ون زائد اي تو زائد اي تلات هو ده اللي الجزق اه هو ده اللي الجزق يبقى هنا نخلي بالن نقول الطيار يتجزق تمام اللي هي رقم اتنه يبقى تتجزق تمام تمام تتجزق شدة الطيار الطيار يبقى هو ده المفتاح اللي هابدأ بيه ابدأ من اللي بتجزق واعوض فيه من قانون او بالظبط يبقى هقول له بما ان اي بتساوي اي ون زائد اي تو زائد اي تلاتة ثم اروح لقانون مين او طب ايه رأيك ما نطلع لها بورقة جديدة ماشا عشان امه يزعلش عشان حتى يبقى في توصيل المقاومات على التوازي هنا هنحتاج مزاج اوي طب في الاستنتاج ثم انطبق عليه ايه تمام تمام يبقى برضو كده عشان الكل يبقى معايا ادي التلات ارات اهم هوصل التلاتة توازي يبقى اذا فيه نقطتين بداية ونهاية هم نفسهم للكل اهم طيب الطيار داخل هو داخل هو نفس الطيار الكل خارج الطارق الكل لكن هو معد عليهم حصل له ايه تجزيق تجزيق يبقى هنا اي ون هنا ها اي 2 هنا اي 3 جميل وهنا ار 1 ار 2 ار 3 طيب قلنا النقطة دي سميناها اكس والنقطة دي سميناها واي سميها ايه وبي سميها سميها كما تشاء لكن خلي بالنا ان النقطتين هم هم للكل يبقى فرق الجهد اللي هم متساوي جميل والطيار ايه للسائلين ها اي توتل بتساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 وده بنسميه المفتاح اللي هنستخدمه في الاسباد نرتاح ونحق بي النجاح طيب قانون اوم بيقول لي ايه سانا زنقناها هنا على جنب كده في بتساوي ها اي ار اي ار اذا الاي بتساوي في على ار يبقى نقدر نقول الاي بتساوي ال في على ار من قانون ها اوم اوم يلا بينا يبقى اذا الاي توتل هتساوي ال في هي هي على ار توتل هتساوي اي 1 ال في هي هي على ار 1 الله ال في هي هي على ار تو ال في لم تتغير على ار 3 طيب بييجي الطالب هنا وخايف يطلخبط اقول له ما تلخبطش خالص تعال نفك دي كده في مضروبة تعال هي مضروبة في مين بقى في واحد على ار توتل هتساوي ها في اخدها كده مفيش مشكلة ماشي مفيش مشكلة ونشيل الفيهات مع الله اقدر اخد في مشترك وافتح الصالة لو خدت في مشترك من دول يتفضل عندي هنا واحد على ار وان زائد واحد على ار تو زائد واحد على ار تلات الله نشيل الفيهاية مع الفيهاية اهي بقى عندي في الطرف ده واحد على ار توتل هيساوي ها واحد على ار وان تمام زائد واحد على ار تو تمام زائد واحد على ار سري ايه? وده بنسميه قانون واحد على ار. تمام. ليه بنقول واحد على ار? عشان الطالب ما يطلقبطش في الحزبة ويفتكر ان هو حسب. ان هو حسب الار توتا. ايه كده. اسمه قانون واحد على ار. واحد على ار. اه جميل. كده الطالب بقى مقا. اه. كده ليه? جميل. او نقول مقلوب المقاومة الكلية مجموع المقلوبات. صح. ولا مقلوب المجموعات. لا لا مجموع المقلوبات. ايه او اكيد. يبقى فيش لاخبط. بزر. مقلوب يساوي مقلوب. بالضبط. جميل. طيب. افرد كان عندي مقاومات متساوية. المتساوية وعددهم. فوق بقى. وعددهم ان. والوحدة منهم. بقى ار. ار. نسميها ار شرطة او اروان او كما تشاهد. اي حال. في الحالة دية. بنتقوله ار كلية بتساوي الار الوحدة على العدد. طب افرد قال لنا من اين لك هذا? تمام. نفس الاسبات. نفس الاسبات. من القانون الاولاني. من القانون الاولاني. يبقى قوله هنا واحد على ار توتل. بتساوي واحد على ار شرط. اروان. زائد. زائد واحد على ار شرط. زائد واحد على ار شرط. الى ابرحتك بقى. حسب العدد. لا رايح لمن? لان. تمام. الله ينوض. يبقى ايه زن? هتساوي. الله. نوحد المقامات. نوحد. هو المقامات متوحدة? متوحدة? سادة? ار شرطة. يبقى ار شرطة لهم كلهم. يلا ار شرطة. على ار شرطة فيها واحد. واحد. زائد. على. الله. واحد. زائد واحد. الى ايه? ان. ان. يبقى في النهاية هتطلع عندي اجمع دول. لو هم خمسة هتطلع فوق خمسة. ستة. يبقى يطلع الان على ار شرطة. كل دا يساوي ايه? واحد على ار توتل. الله. طب ما تقلب الشمال. يتقلب اليمين. تمام. يبقى ازا ار توتل على واحد. هتساوي. هتساوي ار شرطة. على ان. دا للمقاومات المتساوية على التوازي. تمام. طيب. يبقى هنا مفاتيح عامة. للسنوية العامة. في هذه الجزئية الهامة. وهي. ان في التوالي. الطيار. متساوي. برضو. تمام. والجهد. بيتجز. بيتجز. في التوازي. الجهد. متساوي. سابت. لا. متساوي. ايه. متساوي. ايه. والطيار ايه. يتجز. طيب. ممكن نيجي في امتحان. ونقول له. اسبت لي عمليا. ان الطيار متساوي في التوالي. اه. اجيب اميترات. وجهد متساوي في التوازي. فلتامترات. جميع. يبقى لازم اعمل دايرة كهربية. وفيها بطارية. وفيها عدد من المقاومات. وثلاثة اميترات. ثلاثة فلتامترات. واميتر رئيسي. فلتامتر رئيسي. اللي يالها يخافوا كده. لا. طب. ناخدها براحة. ناخدها واحدة واحدة. يبقى هنا ممكن يقول لي اسبت عمليا هذه العلاقة. تمام. او يحدد جزء منها. يعني ممكن يقول لي اسبت بطريقة عملية. ان الطيار متساوي عند توصيل مقاومات. اسبت بالرسم. اسبت بدون الرسم. تمام. اسبت عمليا. يعني دول التلقى. وعمليا في الامتحان غير عمليا في المعمل. اه بالزبط. عمليا في الامتحان يبقى انا هرسم الدائرة وقول له هكوين واعمل واوصف اللي انا اعمل. بالزبط. في في المعمل يبقى انا هكوين الدائرة وايس عمليا. اه صح. واشوف النتائج. تمام. واشوف النتائج. يبقى هنا تحقيق. هنا كده انا بعمل تحقيق ايه? علاقات توصيل المقاومة. المقاومة المكافئة عمليا. اه. تحقيق خصائص. ماشي. التوصيل للمقاومات عمليا. جميل. طيب. نلعب بقى? هيا بيننا نلعب. طيب. ايه المفتاح بقى الاساسي عندي? مين بيتجزر? التلفزيون اللي عندي بقى هنا ده او ايه الشاشة اللي عندي دايرة تحقيق قانون ام او اللي بنوع على الدايرة البسيطة. بالزبط. حاخدها واركب عليها. تمام. يلا نكون الدائرة. نجيب قادي البطارية. الست بط. ودي عم. عم. مفتاح. ماشي. والايه ودي الريوستات. ماشي. وقادي الاميتر اللي بنحطه الدايرة على التوالي. ودي المقاومة السابتة ار. ودي الفولتميتر معها على التوازي. يبقى كل لازم المقاومة. الدايرة البسيطة دي تبقى في ازهانهم ويبقوا متعودين عليها. ودي الكيه. دي دايرتنا المفضلة العظيمة الموقرة اللي انا هستخدمها للاتنين. بالزبط. طب هتعمل ايه? انا هاجم على مكان الار وبحبح. وحطي مكانها مجموعة المقاومات بنفس طريقة توصيلهم. بالزبط. توالي او توازي. توالي او توازي. ورحطت لكل مقاومة حاجة ايه? ايه? اتة اللي انا عايزها. اه. عايز اسبط ايات. يبقى حطولهم اميترات. اميترات. عايز اسبط فيهات. احطولهم فولتميترات. تمام. يبقى انا هاجي على الدايرة دي. وحط الكل ار. اميتر. اميتر. يبقى معها على التوالي. عشان يحسب الطير اللي داخلها. جميل. وفولتميتر معها على. توازي. عشان يحسب فرق الجهد اللي. فرق الجهدها هي. اللي عندها. وابدأ قارن القراءات. الاقيها بالطابق هذه العلاقات. جميل. اظن كده. اه. احنا كده وصلنا للجزء بقى ايه هي فوائد التوصيل. تمام. فوائد التوصيل التوالي ايه? تمام. وفوائد توصيل التوازي ايه? طب. نعمل الدايرة دي. نعمل الدايرة. نعمل الدايرة دي. تمام. عشان هما بيشوفوا الدايرة شكلها كئيب. اه. وبتقالوا انه ده جزء غريب. اه. ومطلوبة منها. اه ومطلوبة. ومطلوبة. طيب. نلعب دي. تمام. ايه. اخدها هي هي. ماشي. وانكبرها. يبقى هنا فتحية التوالي. هكبر الدايرة. يلا معايا. ادي الست بط. واحد يسألنا الله. انت مرة عملت الشرطة الكبيرة يمين. ومرة عملتها شمال. اعملها كما اشاء. بس اخلي بالي. اذا عملت الموجب يمين. وجيت احط سهم الطيار. الاقي جزء قلناه في البداية. وان سهم الطيار اللي بيتحط في دايرة. هو الطيار الاصطلاحي. بزر. اي اقليدي. بزر. اي النظري. اي اتداء حركة الشحنات الموجبة. من القطب الموجب الى القطب السالم. يبقى لا ننسى ذلك. طيب. ودي المفتاح. كيه? طب المفتاح مفتوح. احط سهم. لا. ما خلاص. اول ما. الاقي مفتاح مفتوح. اماش طيار. خلاص. ما فيها. بلها طيار. تمام. افلت المفتاح. يبقى حدد السهم. خلي بالنا بالجزء دي. طب. تعال بقى. نحط المعلمة ريوستات. هي يعني ايه ريوستات? يعني مقاومة متغيرة. متغيرة. تمام? يمكن التحكم في قيمتها. في قيمتها. ايوة. التحكم في طول السلك المدمج في الدائرة. جميل. او طول الحتة اللي هيمر فيها طيار. في الدائرة. من الريوستات. عشان تعملها عملي مش هتقدر تتحكم في المساح. يبقى هنا. ايوة. يبقى دي اسمها ايه? الريوستات. فكرتها خدناها في المقاومة النوعية. ان الايه? ان الار تتناسب طردي مع الطول. مزا. وحنرسمها عشان نشرح الفكرة دي. في سؤال نظري. ما الفكرة العلمية العمل الريوستات. صح. جميل. اننا هعمل ايه? اهو شكلها بيتكلم. ازاي? اقوم اقول له الطيار بيدور على مين? مخرج. على مخرج. بدأ يعدي من هنا. وهينزل هنا. لازم ندور على الطرف التاني. مزا. طيب نشوف الدائرة اشكلها ايه? وبعدين ندل على الحتة دي. اهو. وقادي الاميتر. وكان يا مكان في المرة اللي فاتت كان في عندي هنا هو المقاومة ايه? كبيرة. السابت. حشلة وحط مكانها المجموعة. اتخيل كده معايا. اعملت خط من قط كده. ده مكان مين? مكان الاوتوبيس ده. مين الاوتوبيس ده? المقاومة السابت. تمام. هحط مكانها مجموعة المقاومات. ادي ارايا. الله. توالي. وادي ارايا. وادي ارايا. ووصل البداية والنهاية اللي معايا بالفول ميتر الجبار الاساسي اللي هي اسلي مين فرق الجهد الكلية. جميل. جميل? ادي فرق الجهد الكلية. طيب. واحد بيقول لي انت مقطعهم كده ليه? شنبال اميتر ربق. ايوة. احط الكل واحدة اميتر. يبقى هنا اميتر اي وان. المقاومة دي اسمها ار وان. احط لدي اميتر اي تو. المقاومة دي ار تو. احط اميتر هنا ايه تلاتة للمقاومة ار تلاتة. الله. ده ممكن نكتفي بذلك. اه ممكن يجي يقول لي ايه? ارسم دايرة. تبين بها او تثبت بها تساوي الطيار للمقاومات المنتصرة على التوالي. يبقى انا مش محتاج غير دول بس. واقف للدايرة ومرر الطيار وقيس الطيار كل اي. وايس الطيار المر في كل المقاومة اي وان. وهنا اي تو. وهنا اي تلاتة. فنجد ان اي وان. يساوي اي تو. يساوي اي تلاتة. يبقى انا اثبت عمليا ان انا. الطيارات متساوية. متساوية في المقاومات المتصرة على التوالي. جميل. يبقى انا اثبت عامل. طيب. جميل. يجي مرة تانية يحب بقى ايه? اه يفتري. يقول لي. اه اثبت لي بقى ان فارج جودن كله حيتجز. ايه لطالب. هيتلغب. 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 السؤال. يبقى هنا اثبت ايه? ان فارج جودن متساوي. لا. ولا مختلف. يعني يختلف في جميع المقاومات المختلفة. جميل. طيب ممكن يسألني سؤالين. في وقت واحد. يقول لي اه اثبت ان لتلك المقاومات المختلفة قيم لفروق الجهد مختلفة. تمام. يعني قيم المقاومات مختلفة وقيم فروق الجهد مختلفة. جميل. يبقى هروح موصل لكل واحدة من دول الفولتوميتر على التوازي. التوازي. وهنا الفولتوميتر على التوازي. الله. التوازي يعني ايه? يعني مش عبط في المقاومة طرفيه بطرفيها. تمام. يبقى الفولتوميتر ليه طرفين متصلين بالمقاومة. يبقى هنا هقول في1 وهنا في2 وهنا في三. الله. هلاقي ايه? ان في1 ملهة زي في بيتو? لو لا المقاومات مختلفة يبقى مش زيبع؟ متى يتساوى اذا تساوى قيم المقاومات جميل يبقى ممكن يبقى السؤال برضو هنا لحد دلوقتي الاسئلة ممكن تيجي بقى اشكال مختلفة وده اللي احنا هتعبل في الانتحاد يبقى لازم نتمرن من الان على ان الطالب يبقى مقار مع مكر السؤال يعني يلعب مع رأس السؤال المطلوب منه جاوب على رأس السؤال مش على الكلام المحفوظ اللي بتقال مكتوب لي هنا ايه هدور عليه ده اول مفتاح يبقى هنا ممكن يقول لي اشرح ارسم تجربة تبين بها مااخدش واسمع عمياني قال لي اثبت ان الطائرات متساوى اروح مكتفي بالايه اميترات والاميتر الكل اثبت الفروض جود مختلفة عند استخدام مقاومات مختلفة يبقى حط المقاومات وحط الفولتاميترات وعين القراءات الاقل القراءات مختلفة جميل يقول لي طيب اثبت لي بقى ان الارات بنفس النسبة اقوم عين في وان اقسمها على الاي تديني ار وان اقسمها الفي تو على الاي تديني ار وان الله جبت الارات لقيت الارات مختلفة والفيهات مختلفة والنسب واحدة شوفوا اثبتتا كله بالايه بالداير عمليا يقول لي اثبت ان فرق الجهد الكل يجزق عليهم بنفس نسب المقاومات نحسب قراءة في وان ايب انا هقفل الدايرة هيمر طيار هعين شدة الطيار المرة في كل واحدة الاقي الطيارات قد بعض وعين فرق الجهد الكل واحدة الايهم مختلفين وعين فرق الجهد الكل فنجد ان الفي توتل بتساوي الفي وان زائد الفي تو زائد الفي تلاتة ونلاقي ان الاي 1 تساوي الاي 2 تساوي الاي 3 تساوي الاي كلية يبقى انا الدايرة دي زبطت الامور هي اصلا ايه هي الدايرة الغلبانة دي هي دي هي دي شلت مين الار وحطت المجموعة المجموعة يبقى اذا دي لان دي لو بصنا موجودة في كتاب المدرسة جات في امتحانات قبل كده نفس الى اثبت ان الطير متساوي عمليا عمليا ونخلي بالنا بقى هنا لما يجي يقول لي اسبت عمليا او استنتج رياضيا اه يبقى هنا دي شيء ودي شيء في فرق بالاستنتاج الرياضي ممكن يقول لي اسبت عمليا وطابق ده بالاستنتاج الرياضي استنتج مع الرسم مع الرسم ايوه تمام كده نفس الدايرة دي نقدر نحط فيها المقاومات التوازي بالزبط طيب هنا هنحتاج برضو نسبت بيها ان الطيرات ايه ان الطيرات بقى تتجزق تمام يعني مختلفة ولا متساوي مختلف امتى في حالة تواصيل على التوازي وفي حالة وفي حالة اختلاف المقاومات تفرض ان كانوا توازي بس متساويين تمام يبقى هنا هنحتاج نفس الدايرة نفس الدايرة انا برسم بايداية وستاذ حسامي يقول لي انا برسم بعناي وانا اقول له تسلم ايداية وتسلم عنايك اشان لاقي رسم زي حضرتك وازعالي والله الله يبارك في حضرتك يبقى انا هاخد نفس الدايرة نفس الدايرة طب نمشي طير شمال ولا يمين نغير مرة دي نغير يبقى ادي البطارية اهوك المرة اللي فاتت قلت ان الرمز ده رمز البطارية يمثل ايه مجموعة اعمدة الشرطة الكبيرة تمثل الموجب والصغيرة تمثل السالب و ادي المفتاح وهنا ادي الريوستات زي ما هي اللي احنا قلنا هنتكلم عنها هنتكلم عنها باحترام شديد ونوصفها من قريب او من بعيد ونقول له استنى بقى ايوة ايه الاوتوبيس الجبار اللي كان هنا هو اللي كان داخله مقاومة ار ما له عملنا ايه رحنا عاملين منه شوية فروع ادي فرع ادي فرع ادي فرع ونحط المقاومات وهنا الفروع اهيه ما نتخضش اهم وحط المقاومات على التوازي ادي مقاومة واسيب الفراغات تمام و ادي مقاومة و ادي مقاومة ايه ده وانت سايب ايه اللي انت سايبه ده ايه اللي بتعمله ده هنشوف انا سايب ده ليه طب وتأقل عليه عشان كمان ابناءنا الاعزاء في هذا المساء يزداد حبهم لمادة الفيزياء ادي الارات اللي عندي ار وان ار تو ار تلات طيب وانت سايب دول عشان حط كل واحدة منهم جهاز يقيس طيارة شد الطيارة جميل ووصل تحت مين فولتا ميتر كبارة يقيس لفرق الجهد من البداية الى النهاية حاولوا ايه بقى فوق شوية طيب هنا بقى حيبدأ الكلام يحلو يحلو ماشي انا حط ايه دي اميتر ايوان يقيس الطيار بتعديق الاسمه ايه ايوان وهنا اميتر ايه تو يقيس لطيار بالتوتو اي تو وهنا اي تلاتة يقيس لي اي تلاتة طيب افلت الدايرة جميل حيمر طيار من الموجب جميل حلو الكلام يبقى هيمر من الموجب ويطلع فين يرجع للساب الله هيجي هنا يلاقي ثلاث طرق فيجزق عليهم اي وان اي تو اي تلات جميل واقدر كمان اي اس لكل واحدة ايه فارق جودة بتاع حط هنا فولتا ميتر صغير خلص كده في وان وهنا فولتا ميتر اخر صغير كده في تو تمام وهنا فولتا ميتر صغير كده في تلات واحد يسأل الله هو انت بتوصله فوق ولا تاحت اهم عجبين طرفي المقومة ايوة كده المهم طرفيه بطرفيها اي شعبت كما يشاء اي يبقى هنا هوصل فولتا ميتر على التوازي مع كل واحدة عشان يقس لفرق جود لكل واحدة هلاقي ايه هلاقي فيهاتهم متساوية في وان اد في تو اد في تلاتة اد في كلية يبقى طلعت بطريقة عملية يطابق ناحية النظرية اللي كلمني عن النفار الجهد متساوي بينما اجد ان الطيار يتجز يتجز وكمان الاء الطيارات مختلفة المقومة القيم عندما تختلف قيم المقومات يبقى انا هنا من الدايرة دي تقدر تثبت لي بقى ان الفي وان تساوي الفي تو تساوي الفي ثلاثة تساوي الفي كلية جميل وتثبت لي ايضا ان الاي لا تساوي يبقى زائد اي تو زائد اي ثلاثة تساوي الاي كلية اللي بيقراها الامتر الرئيسي جميل طيب هنيجي هالحتة دي ونقول بقى هي الريوسات بقى وظيفتها اي في الدايرة دي والدايرة اللي بزاق الله حطينها هي مش دي مقاومة مقاومة طيب وبعدين قالوا انت هنا عايز تتحكم في قيمة الطيار بزاق وبالتالي لازم عشان اتحكم في الطيار اتحكم في المقدار الار بزاق وهي مقاومة كبيرة المقدار بس يمكن اتحكم في المقدار كيف نتحكم قالوا تعالى اتخيل الزلق ده بيتجول كده كان واخد الوضع ده او ده او ده او كده او كده بيتماشي تمام طيب لو انا مشيت الزلق ده لحد هنا كده الطيار وهو ماشي هيعدى على مين هيعدى على بداية الريوسات على حتة كده صغيرة خلص يبقى لو انا وصلت كده تمام يبقى هيمشي حتة صغيرة تمام طيب جبت الزلق عند الوضع رقم اتنين يبقى ماشي جزئية اكبر طيب يمشي في دي كلها الطرف الثاني هيمشي هنا هيمشي لا ما فيش هو هنا في حاجة وبالتالي يمكنها يبقى وانا بحرك الزلق بزود او نقص طول المصار اللي هيمشي فيه الطيار داخل هذه الار جميل وهلاحظ حاجة جميلة بقى مستر علي ان قراءة الاميترات اذا كان الطيار بيزيد هتزيد كلها تمام وهتنقص كلها تمام للمؤشرات كلها وكأنها بتلعب مع بعضها تمام كأنها سنفونية وبيعزفوا نفس الاغنية بالضبط جميل يبقى هنا انا بتحكم بالزالق في المقاومة ازاي مقاومة الدائرة المقاومة بتاعة الريوستات اللي هي كبارة بتحكم فيها وبالتالي الطيار كل يزيد او يقل حسب ما انا عايز طب هنا في دي وفي الدائرة دي لازم اقول له هستخدم الريوستات ومرر طيار مناسب كلمة مناسب ليه وامتا هقول عليها اشرح تجربة عملية لتحقيق قانون ام تمام الله ام قال ان الفيهات والآيات ماشين مع بعض الطيار لما يزيد الفيت زيد الطيار يقل الفيت قل طيب امتا ام قال حتة قال عنده ثبوت درجة الحرارة طب وانا هسبتها ازاي هقعد هوا على السلك استخدم طيار قليل الشدة في البداية فما تتولدش حرارة تتحق تغير وكمان فيه جزء كمان يعني نثبت القراءة ننتظر حتى تثبت القراءة جميل اول ما القراءة تثبت عارف ان درجة الحرارة سبتت والدنيا تمام يبقى نعيد من تاني عشان يسمعوا الكلام وكأنه اغاني الخلاص يبقى هنا هبدأ بطيار مناسب الشدة من قصين كده قليل الشدة تمام لتفادي تولد حرارة تؤثر على قيمة المقاومات تمام ثم بعدما يثبت طيار ابدأ اعين مقدار الطيار ومقدار فرق الجهد واقسم فرق الجهد على الطيار يديني المقاوم جميل جميل اقدر احرك الزالق مرة تانية وزود الطيار فتزيد الفيه بنفس النسبة ازود الطيار تزيد الفيه يبقى نحققت قنون قوم تتناسب شدة الطيار المرة في موصل طرديا مع فرق الجهد عند سبوت درجة الحرارة جميل اذا هنا دور الريوستات اتفهم طب ممكن نرسم الريوستات جميل تبقى واضح عشان ما يشوفها في المعمل لان احنا نفسنا ان الطلبة تشتغل عملي ان شاء الله باذن الله يبقى يبقى فكرة تريوستات ايه التحكم التحكم في مقدار المقاومة لها لها هي تمام بالتحكم في طول في طول السلك الجزء او السلك الذي يمر به الطيار منها او طول الحيط تمانها اللي مر فيها الطيار طيب يبقى انا عندي استوانة دمها خفيف كده تمام مش هذه الاستوانة حتى لو معدنية لازم نغلفها مادة عزلة او السلك اللي ملفوفها معزول بس السلك معزول بقى عشان في عندنا زالط رايح جاي يسلم عليهم فلازم يكونوا جاهزين الاستوانة معزولة تمام عريان تمام تمام جبير معزول وهنا فيه عندي عندي حاملين اتنين ادي حامل لما يشوفها يشبه عليها هي دي اللي انا شفتها وهنا حامل كمان وهزان الحاملان مثبت فيهم شوية مسامير مش مسامير عشان اثبت ما وماش خشب لا مسامير توصيل بالزبط بالشكل الجميل ده يبقى دي عندي حامل اهو طيب دي استوانة معزولة تمام استوانة معزولة اهو استوانة معزولة معزولة السلك الرفايع بقى فين ايوة في سلك الرفايع وسلك الكلبوز ماشي تمام السلك الكلبوز اللي هو ساق نحاسية سميكة نفضل انها تكون نحاسية تمام لانها قليلة المقاومة النوعية وبالتالي تبقى مقاومة الساق قليلة المقدار تمام متدلعة خالص اهي وفيها طرف بداية هنا متوصل بمصمر توصيل تعمل طيب نيجي بقى في عندي مصمر توصيل هنا ومصمر توصيل هنا دول بتعمل بهم ايه هوصلهم بالسلك بتاع المقاومة يبقى انا عندي سلك من مادة لها مقاومة كبيرة مقاومة نوعية كبيرة عشان تبقى اي حت طول لها قيمة من المقاومة تمام ونرسم بقى المقاومة هيا بنا نلعب اهو هيا بنا نرسم اهو هيا بنا شايف السلك بيلف ازاي انا عايزهم ياخدوا بينهم الرسمة دي ايوا اهو اهو ايوا عشان هناخد الملف الايه الحلزوني وهو يلف واحنا وراه اهو الله بس الريستات يبقى لها الطرف نتسلم الله ده فيه كم طرف هنا طرف ايه توت وهنا يبقى انا عندي تلت اطراف يبقى الريستات لها تلت مسامير بزا ممكن استخدم اتنين منهم اه والغيها بقى ويعني كده انا اعتبرتاك انها مكون مسابق الله يبقى هنا نسمى ده مصمار سابت تمام وده مصمار سابت وده مصمار زالق زالق اه زالق ايه قالك هنجيب بقى زالق هنا ونوصله ونديله لون غامق عشان اه تخيل بقى حتة معدن كده وسن هنا ولمسة مين لمسة ساق النحاسي جميل وحطن لها مقبض عشان نمسكه منها ويبقى المقبض ده معزول جميل الله طيب نشوف بقى لو انا وصلت طرفي الدائرة هنا كده قادي البطارية بسوق شو بقى مستقى وقادي مثلا مقاومة تانية او مصباح او الاخر ووصلت بالشكل ده الله ماذا سيحدث لو انا وصلت كده يبقى انا كده شغلت الريوستات بقى على انها مقاومة سابتة تمام ليه لان الطيار هيبدأ من المصمر الاولاني هنا ويمشي في السلك كله لحد نهايته تمام طب وده يعمل يقول له هو انت طرف في الدائرة يقول له لا يقول له مش عبار بالزب يبقى امت يبقى امت ايه عباره لما يكون هو ايه الطرف التاني للدائرة يبقى اذا التوصيلة دي كمقاومة سابتة سابتة جميل طيب انما بقى لو انا وصلت البطارية اه واحد من طرفيها مع الزلق اهو والطرف التاني اه دي البطارية بطارية كبارة والطرف التاني مع احد الزلقين يا الله تمام في الحالة دي ماذا سيحدث للطيار الطيار هيمشي فين الطيار هيمشي كده رايح لمين رايح للزلق ماشي في الساق النحاسي مشي فيها كتير مشي فيها قليل مفيش وينزل فين ينزل بقى على الجزء رايح يضوع على نهاية الدايرة تمام يبقى هيمشي في دول كل اللفات دي كل اللفات دي مشي طول معا ويكمل طب بفرض ان انا حركت الزلق في النحية دي ها هيحصل ايه قللت عدد اللفات جبت الزلقين قللت كمان قللت كمان يبقى انا بقلل عدد اللفات يعني قللت طول الجزء اللي هيمر فيه الطيار يبقى الار تتناسب مع ال ونكون بهذا الجزء الجميل وصلنا لنهاية التفصيل وبجد انا ساعدت النهاردة بوجود الاستاذ الغالي صاحب المقام العالي الله يخليك ازعالي احنا طبعا بنشكر ازعالي والطلبة كلها طبعا مقدرة الله حضرتك بتعمله وتسهيل المعلومة وتبسيط المعلومة واحنا طبعا بنوعد الطلبة ان شاء الله الحلقة الجاية بكم كبير جدا من مسائل المقاومة المكافأة عشان دي اللي عملالكم مشكلة ان شاء الله المشكلة كلها تزول جدا معه استاذنا الجميل مستر علي وان شاء الله نتقابل على خير الحلقة اللي جاية بازن الله مع برنامجكم برنامج المتميزين والمتفوقين برنامج مدرسة على الهوى وان شاء الله انتظرونا الحلقة اللي جاية انا حسن الصيفي ومستر علي طبعا قبلي وافضل مني وان شاء الله نتقابل على خير وربنا يوفقنا ويوفقكم عشان نقدر نكتاز السنة بسهولة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة